بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك أيها البشير النذير السلام عليك يا رسول الله السلام عليك لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم عليك نفسك فأعمل ما يخلصها فورا وخل وقود النار للنار إنسى الزمان وما جاء الزمان به لحادث لم يزل يشدو بتذكاري ما هو الحادث علمات النبي فماتت كل كائنة مات النبي فماتت كل كائنة وكدرت صفوة الدنيا بأكداري وأصبحت حركات الكون ساكنة والأرض مؤذنة منه بتسياري وأظلمات طبقات الجو وانطبقت دوائر الأوف كل ذلك حزنا على طبقات واصطكت بإعصاري وأظهر الناس أحقادا مؤكدة باع الضمائرهم منها بإسرائيل فيمن أظهرت تلك الأحقاد وكيف أظهروا قال تقحموا منزل الزهراء واجترموا وأظرموا النار في باب وأستاري وأخرجوا حيدر الكرار واحتشدوا لبغية الملك في شيء من الثاري لكن كيف أخرجوا أمير المؤمنين من الدار قادوا أسحبا وتجريرا لبيعتهم باءت مرابحهم منها بإخساري هذا ما جرى على أمير المؤمنين لكن ما الذي جرى على فاطمة أما البتول فرضوها بحائطها فرضا يوجعهم للنار والعاري وأسقطوها جنينا بعدما لطموها لطمتين بقيت منها بآثاري والغادرية عاتبت أرض المدين وقالت عليك اللوم يا تربة نبي غيبتي العاني وسيست البلاية وخليتي الزأرات قاسي للرزاية لا راقبوها ولا حفظوا بيها الوصايا ولا يحشموها ولا يقولوا بتنبينا وعلى النبي ما رخصوها برضي تتنوح تاخذ بيادي ولادي أو للخارج تروح ولول عمرها حسبت مخطوط باللوح ماتت ولكن الأجل معدود حينه وعدها أراك وحاسمت بقالها ظلال لجلل حسن وحسين وليلا هم طفول ما راقبوها واقطعوها قوم لنذال أعمرهم الملعون شل الله يمين وكل الخلايق في منازل أم قريرين جاهم أمانش واستووا في أخوة الدين ودون المنازل بيت خاتون النساوين ينكسر بابا والخلايق يدخلون وعينك الطالع وقفة الفاجر على الباب يوم عصرها والاختشئ من داحي الباب صاحت صيحتها يا ابو إبراهيم يا ياب شم سوية بالقوم ضلعي يكسرون وعينك يطيب وأهل المدينة وقوف بشمال أو يمين والبضعة والبضعة اللي الناس تتمنى تراها ومدة حياة المصطفى ما لا حد رآها طلعت وراه تصيح والحورة وراه سرعش يا بنت نروح في حي دردهونه ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم كثيرة هي الآيات القرآنية التي تحدثت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منها ما يتعلق بأخلاقه منها ما يتعلق بحرصه وسعيه لهداية الناس منها منها ما يتعلق برحمته صلى الله عليه وآله بالناس منها ما يتعلق بكيفية أو عظيم ما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من النعم وما ادخر له في الآخرة من المقام السامي والعظيم والآيات في هذا كثيرة جدا لكن بما أن الوقت ضيق اقتصر على شيء من إنجازات رسول الله صلى الله عليه وآله خلال مسيرته المباركة ودعوته المظفرة ومن خلالها نتعرف على هذه الشخصية التي أرسلها الله عز وجل لتكون رحمة للعالمين جميعا أولا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولد في مكة المكرمة رزقنا الله وإياكم وصوله في بيت جده عبد المطلب صلى الله عليه في السابع عشر من شهر ربيع الأول عامل فيه وترافقت مع مولده من الآيات والبينات والدلائل الواضحة والتي تبين أن انعطافا أو انعطافة كبيرة في مسيرة الناس ستبدأ بمولده المبارك عاش يتيما من الأبوين في بعض الروايات أن أباه عبد الله ابن عبد المطلب سلام الله عليهم توفي قبل مولده في بعض الروايات الأخرى أنه توفي بعد مولده صلى الله عليه وآله أيضا أمه توفيت وهو صغير السن بين خمس وست سنين إلى سبع سنين كما في رواية أخرى كفل أجده عبد المطلب بفترة من الزمان ثم تكفل به عمه أبو طالب والد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسانده في نشر دعوته المباركة وكان من أوائل المؤمنين به غير أنه لم يظهر إيمانه وإسلامه ليتمكن من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وحمايته من المشركين وتحمل معه من الأذى ما تحمل في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة إلى أن توفي عمه أبو طالب سلام الله عليه عند ذلك أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة إذ لم يوجد ولم يبقى له ناصر ومعين في مكة طبعا الهجرة جاءت بأمر من الله تبارك وتعالى وكان لهذه الهجرة المباركة الكثير من الآثار الطيبة والإيجابية في مسيرة الدعوة المباركة من جهة وفي إيمان وإسلام الكثيرين من جهة أخرى خلال الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وهي ما يقرب من عشر سنين يعني مدة الدعوة 23 سنة إلى 11 سنة قضاها في مكة المكرمة وعشر سنين قضاها في المدينة المنورة خلال هذه الفترة الوجيزة المليئة بالحروب الكبيرة بينه وبين المشركين استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يبني دولة على أسس متينة وقوية قابلة للاستمرار وقابلة للبقاء وقابلة للتوسع والعطاء تقوم هذه الدولة والحضارة الكبيرة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله على أسس وإنجازات كثيرة كان لها بالغ الأثر في تآلف القلوب ومحبة الناس خصوصا إذا نظرنا إلى المجتمع الجاهلي قبل النبي صلى الله عليه وآله وما كان عليه من تطاح وحروب وتفرق نعرف مدى أهمية الخطوات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله في بناء ذلك المجتمع وفي بناء تلك الدولة المباركة أول خطوة قام بها النبي صلى الله عليه وآله من أجل التآلف من أجل المحبة من أجل تقارب الناس مع بعضهم وإزالة البغضاء والشحناء من القلوب أنه آخى بين المسلمين هاي المؤاخات كان لها بالغ الأثار وكانت من أهم الروابط بين الناس فيما بينهم حتى كانت أكثر تأثيرا من رابطة النسابة أصبحت هذه الأخوة الإسلامية تأثيرها أكثر من رابطة النسابة فآخى بين المهاجرين والأنصار اختار لكل شخص من المهاجرين شخصا من الأنصار هاي الأخوة من آثارها من إيجابياتها من بركاتها مشاركة الأطراف مع بعضها البعض في أفراحها وأتراحها في أحزانها في آلامها في كل ما تمر به ولذلك كان الأنصار يقاسمون أموالهم أخوانهم المسلمين كان هذا أمر غير متوقع من الناس لكن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الخطوة استطاع أن يحقق هذا الإنجاز الكبير جدا ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول بما معناه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له يقول صلى الله عليه وآله في تعميق هذا الجانب في تعميق هذه الخطوة التي قام بها بين المسلمين يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم يعني يريد يقول أنتم أيها المسلمون الآن أصبحتم بفضل هذا الدين جسدا واحدا والجسد الواحد إذا تألم منه عضو شوف بقية الأعضاء تسانده في تخطي تلك الأزمة وما أحوجنا إلى أن نتخذ هذه الخطوة في حياتنا نبحاج إلى أن انعمق روابط الدين الأخوة الإسلامية كما عمقها النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية التي أنجزها النبي صلى الله عليه وآله والتي كان لها بالغ الأثر أيضا في إيمان الكثيرين وفي معرفة الناس بأن هذا الدين جاء بقيم كبيرة أنه حرر المرأة شلون حرر المرأة لما نرجع إلى العصر الجاهل كيف كانت المرأة تعيش كيف كانت تعامل وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يكسر تلك العادات المتعارفة بينهم والسائدة فيما بينهم تجاه المرأة خلق أعطيك مثل أو بعض الأمثلة مثلا عرف بين بعض القبائل مثل ربيعة مثل كندة مثل قبيلة تميم أنهم كانوا يئدون البنات وإذا الموؤودة سئلة القرآن يشير إلى هذا الجانب إلى هذه العادل السائد بين الكثير من قبائل العرب وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وإش كثر هذه المخلوقة إلها تأثير سيء في نظرتهم لها على الإنسان إذا ولدت مولود لهذا الإنسان هذا الإنسان يخبئ نفسه من الناس أيمسكه على هون يعني يخليه باقي على قيد الحياة يتركها البنت على قيد الحياة لكن يعيش مهان ذليل يبتعد الناس عنه لأنه ترك العادة السائدة بينهم ولذا عندهم مثال عندهم كلمة متعارفة بينهم من المكرمات وأدو البنات النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يعطي لهذه المخلوق حقها في البقاء في الوجود أن تعيش كما أرانا الله عز وجل لها أن تعيش بين الناس منع هذه العادة وبيّن أن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا بمحبته بمحبة هذه البنت وإذلك تشوف الروايات كثيرة البنت ريحانة دائما النبي صلى الله عليه وآله يقول ما يقرب الإنسان أو الناس بعضهم ببعض يجعل بينهم تآلف يزرع فيهم المحبة والأخوة والتلاقي فمنع أن توعد البنت الإنسان ليس باختيار أن يختار جنس المولود بعض الأفراد اللي وعد أكثر من بنت واللي كان يفتخر بهذا الأمر كان يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله في بداية الأمر ويخبره بما فعل والنبي يسمع ودموعه تتحادر على خديه وبهؤلاء طلبون من النبي صلى الله عليه وآله ما يكفرون به عن هذا الذن ماذا يفعلون النبي من جهة يعني يعني هذه الخطوة أدت إلى أن يقوم النبي بخطوة أخرى فبين لهم أن يعتقوا في قبال كل واحدة نسمة وهذه خطوة اتخذها النبي صلى الله عليه وآله من أجل تحرير الإنسان من الرق من العبودية وهذه خطوة تحسب للنبي صلى الله عليه وآله فكان هؤلاء حينئذ يتسابقون إلى تحرير بعض العبيب من أجل تكفير ذلك الذنب مثال آخر على ما كانت تعانيه المرأة في حياتها أيام الجاهلية قبل الإسلام كانت المرأة تجبر على القبول بما يختاره له أولياؤها في الزواج يعني الأب إذا قال فلانا لفلان خلاص انتهى الأمر أمرها بيد غيرها ليس لها من الأمر شيء يستطيع بعض أرحامها أن يعضلها يعني يقول أنا أمنع تتزواج ولذلك كانت تبقى بعض البنات عانز إلى أن تصل إلى مرحلة العنوسة أو تفدي نفسها بالماء لكن الإسلام ماذا صنع الإسلام قال للمرأة حرية الاختيار كما للرجل للمرأة أن تختار وهذا إنجاز حققه النبي صلى الله عليه وآله جاز كبير مثل ما للرجل حقه الاختيار للمرأة حقه الاختيار ولذلك لا يمكن أن يكون العقد صحيحا مع الإكراه إذا أكرهت البنت على القبول به يتوقف صحة ذلك العقد على رضاها فإن لم ترضى كان العقد باطلا هكذا الإسلام يعطي للمرأة حرية الاختيار في حالة الميراث المرأة ما كانت تورث ما كانت ترث من أبيها ولا من أمها ولا من زوجها وإنما يأخذ حصتها أقرباؤها من آباء الأخوة الأعمام الأرحام بينما الإسلام أعطاها حق التصرف في مالها الخاص وأنها ترث وتورث هكذا كانت وهكذا أصبحت بفضل تعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مثلا زوجة الآب زوجة الآب إذا توفي عنها الآب للولد الأكبر أمرها فإن شاء أن يتزوج بها وإن شاء أن يتزوج بها أحد إخوته لكن هو ياخذ مهر وليس لها حق الامتناع من ذلك والقرآن أشار إلى هذه الظاهرة الموجودة بين العرب آنذاك ونهى أن يتزوج الإبن بزوجة أبيه هذا إنجاز آخر حققه النبي صلى الله عليه وآله إنجاز ثالث وهو المساواة وهذا إنجاز عظيم وكبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عمل على تحقيقه وعلى ترسيخه بين الناس بشتى الوسائل إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم وأن يتكاتف إذا كان هناك تمايز طبقي بين الناس لأن هذا الضعيف ينظر إلى من هو أقوى منه إلى من هو أعلى شأن ينظر على أنه إنسان مستبد لا يشاركه الرأي والموقف بل لا يعتبره كائنا يستحق الإحترام لكن النبي صلى الله عليه وآله بتعاليمه بسيرته صلى الله عليه وآله يكسر العادات الجاهلية مثلا المساواة الاجتماعية الله عز وجل أنزل قوله تبارك وتعالى من أجل أن يكسر عادة من عادات الجاهلية يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل جنوب لتعارف ابن عباس ماذا يقول يقول هاي العاية المباركة نزلت في رجل من الموالي يعني كان عابد وأعتق هؤلاء يطلق عليهم الموالي هذا الرجل يتقدم إلى امرأة من بني بياضة وبني بياضة قبيلة معروفة فأبوا أن يزوجوا رفضا لماذا الرافر لأنهم ينظرون إلى أنفسهم أنها قبيلة شديدة إلها قيمتها والهوزنها والهمقامها بين الناس وإنت إنسان في يوم من الأيام كنت عابد مملوك وإن تحررت الآن لكن تبقى صفة العبودية وأنك مملوك فترة من الزمن لاصقة بك وبالتالي أنت في طبقة لا تسمح لك أن تتقدم ممن كان أصله وفصله وحسبه ونسبه من الأحرام النبي صلى الله عليه وآله سمع بهذا الرفض فأشار على أهل آن يزوجوها به حتى يكسر العادات الجاهلية وقال المسلم كفء المسلم المؤمن كفء المؤمنة بغض النظر عن كونه عبدا حرا اعتق لم يعتق بغض النظر عن كون هذا الإنسان من قبيلة لها صيتها ومقامها ووزنها بين الناس أو لم يكن ما دام أصبح هذا الإنسان مسلما مؤمنا فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين قال لولا يا رسول الله أن نزوج بناتنا من موالينا هذا يوم من الأيام كان مولى إلنا عبد والآن زوجة قال نعم فزوجوه بها الخطوة النبي صلى الله عليه وآله كسر بها عاد من العادة وجعل الناس متساوين في الحياة الاجتماعية وهذا من شأنه أن يعزز التلاقي بين الناس والمحبة بين الناس وأن ينظر الناس إلى بعضهم بعضا نظرة واحدة ما فيها تمايز طبقي شوف لما يصير فيه تمايز طبقي المجتمع يتفكر يبتعد ولذلك المسلمون لما خالفوا هذه السيرة بعد النبي صلى الله عليه وآله شأن هذا الخلاف إلى تشرذم إلى بغضاء إلى ضغاء عادوا جاهلية أولى لكن في ظل النبي في أيامه عاشوا متآخين متحابين لأنه كان يطبق كل تلك التعاليم وهذه إنجازات تحسب لرسول الله صلى الله عليه وآله مساواة أخرى أنه صلى الله عليه وآله منع التماي أو التمييز العنصري كان سائد بين الناس هذا أبيض إذن هو أفضل من الأس قرشي أفضل من غيره من قبيلة فلان أفضل من قبيلة فلان النبي صلى الله عليه وآله كل هذه الأمور ألغاها كلكم لآدم وآدم من ترى ترى ولذا يقول صلى الله عليه وآله في حق سلمان سلمان من وين سلمان من فارس وعربي العرب يتفاخرون بأحسابهم بأنسابهم قبائلهم أخوال وأعمام بعض المسلمين في مجالسهم كانوا يذكرون مثل هذه الأمور وكان سلمان جالس فسألوه يا سلمان شاركنا واذكر لنا حسبك ونسبك وإلى أي عشيرة تنتمي شنو أخوال منهم أخوالك أعمامك النبي صلى الله عليه وآله وهو يمشي سمعهم بسئل سلمان وإذا به يجيبهم عنه قال سلمان منا أهل البيت هذا من فارس ولكن النبي يعطيها المنزل الكبير يجعله واحدا من أهل البيت سلمان منا أهل البيت الصدقة حرام على سلمان مؤذن رسول الله من هو بلال بلال من وين من الحبشة ما هو لونه أسود بعض المنافقين صاروا يتغامزون لما يجي بلال يأدن حرف الشين لا يستطيع بلال أن يتلفظ به يعني بدل أن يقول أشهد يقول أسهد بالسين فكان هذا مدعاة للمنافقين أن يتغامزوا على بلال من جهة وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة أخرى مر رسول الله يوما وسمع بعض هؤلاء يتحدثون أما وجد محمد صلى الله عليه وآله شخصا غير هذا لأسود يتخذه مؤذنا له حتى لفظ الشين ما يقدر يتلفظ بها فقال النبي صلى الله عليه وآله إن سين بلال عند الله شين سين بلال خير من شين هو يقول أم معتقد بها معتقد بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله لكن أنتم تقولونها بألسنتكم ولم تدخل في قلوبكم وفرق بين من يقولها معتقدا بها وإن لم يستطع أن يتلفظ بها وبين من يقولها وإن استطاع أن يتلفظ بها لفظا صحيحا لكنه لا يؤمن بها ولا يقر بها ولا يعمل على مقتضاها فما عاد أولئك بعد ذلك يتغامز على بلاد وما تجرأ أحد بعد ذلك أن يسأل سلمان إلى من تنتمي لأنه سيجيبهم إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله أيضا فيها الجانب كان هناك امرأة فقيرة وهي سوداء تعيش في الصفة وهي مكان خاص خصصه النبي صلى الله عليه وآله لمن ليس له بيت يؤون إليه قسم للرجال قسم للنساء فكان يتعاهد هذه المرأة بين فترة وأخرى يجي يتفقد أحوالها يسأل عنها فجاء يوما من الأيام سأل عنها فقيل يا رسول الله إنها ماتت إنها بتعلان فقال لأصحابه هل لا أخبرتموني بموتها ليش ما أعلمتموني أين دفنتموها فدلوه على قبرها فجاء إلى قبرها صلى الله عليه وآله ووقف على القبر مترحما عليها ما قال هاي امرأة سوداء وخلصنا منها وإنما بفعله هذا أراد أن يعزز ما قال أولي الناس لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فكان يفعل ما يقول صلى الله عليه وآله ويطبقه على أرض الواقع جانب آخر من المساواة المساواة أمام القانون وهذه خطوة مهمة تعزز الثقة في نفوس الناس تجاه المسؤول عنهم تجاه الحاكم في فيقول لا فرق أمام القانون أمام الحكم الإلهي بين شخص وآخر مو لأن هذا إنسان عربي وينتمي إلى قريش نعطيه امتياز أو لأن هذا إنسان له جهاده نعطيه امتياز إذا أخطأ الإنسان فيجب أن يأخذ جزاءه الذي يستحقه كما أمر الله بلا فرق بين أحد من الناس ولذلك القضية المعروفة المشهورة عندما سرقت أمرأة من أحد القبائل المعروفة العربية وجاء بها إلى رسول الله حكم السادق شنوك أن تقطع يده النبي أمر أن يقام عليها الحد بعد ثبوت السرقة عليها جاء قومها يتشفعون عند النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله هذا فيه مسبة في عار وأحنا ما نتحمل هالعام ونحن نفتدي هذه المرأة بالمال بما يريد شكثر هي سرقة نحن نقيها ضعاف بس لا تقطع يد هذه المرأة مننا بماذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم هناك أقوام سبقوكم لماذا لم تستمر حضارتهم ولم يستمر دينهم إلى اليوم ليش يضمحلوا ليش ذالوا يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله إن أقوام أو إن قوما كان إذا أذنب الضعيف فيهم عاقبوه وإذا أذنب القوي فيهم تركوه ليش يحسبون لهذا الإنسان يقول هذا وراه ضهار هذا إنسان معروف مرمو عند واسطة فلان يحميه من الناس ثم يقول لهم كلمته المشهور والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله سرق النبي من خلال هذه الكلمات يريد أن يبين لهم أن الإنسان مأمى على شأنه وإلى أي شخص انتسب إذا فعل ما يوجب الحد لا بد أن يقام عليه الحد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لما سمعوا إصرار النبي وقسمه على أن ابنته لو فعل ذلك وحاشى لفاطمة وإنما مثل النبي صلى الله عليه وآله بابنته ليقول أنه بعد لا يوجد نسب ولا حسب أعلى من حسبي ونسب ومع ذلك أقرب المقربين إليه لو فعل ذلك لأقمت عليه عند ذلك رضي أولئك بأن يقام الحد على المرأة منهم ولم يعترضوا على رسول الله ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة لأنهم أدركوا أن النبي لا يرتشي ولا يحابي أحدا على الحق على الإطلاق ولذلك نشوف فيها الجانب أمير المؤمنين سلام الله عليه و أنه كان شديدا في إقامة العدل والإنصار وأن ما عند غضاضة أمير المؤمنين وما أدرك ما أمير المؤمنين وهو الذي يقول في حقه القرآن أنه أخ رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يقول في حقه النبي صلى الله عليه وآله أقضاكم علي أنا مدينة العلم علي بابها علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده لكن ما عند أي مشكلة أمير المؤمنين في قبول الحق ولذا في أيام الخليفة الثاني رجل يهودي يجي يجي إلى الخليفة الثاني قال أنا خصم على ابن أبي طال عندي خصوم موية فالتفت الخليفة الثاني إلى أمير المؤمنين فقال له قم يا أبا الحسن وقف مع خصم تغير وجه أمير المؤمنين يسأل يسأل إذا كان ما عند غضاض في الوقوف في قبول الحق ليش تغير وجهه أي السؤال وجهه عمر وجهه الخليفة الثاني إلى أمير المؤمنين لما شاف وجه أمير المؤمنين متغير سأله يا أبا الحسن أساءك أمري إياك أن تقف مع خصم قال لا ما سأني ذلك إذن ما الذي سأك يا أمير المؤمنين قال سأني أنك كنيتني ولم تكني خصم أنت قلت لي يا أبا الحسن قف مع خصم ما قلت قف مع أبو فلان مثل ما كنيت لازم تكنيه وإن المسلم واليهودي أمام الحق سواء أيا يكون هذا الإنسان ما دام تريد أن تطبق الحكم الإلهي وشرع الله عز وجل فلا بد أن يتساوى الناس في نظر القاضي إذا تكني أحد الأطراف لازم تكني الطرف الثاني تنظر إلى الطرفين نظرة واحدة كما تعطي هذا لإنسان حق التكلم والدفاع عن نفسه وطرح قضية تتعطي الطرف الآخر نفس الحق من دون أن تزعج أحدا منهما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنجاز حققه النبي أن ساوى بين الناس في كل الأمور مساوات في الضرائب الضرائب الإسلامية مثل الخمس مثل الزكاة مثل غيرهم للأمور الإسلام ساوى بين الناس فيها ما قال هذه فريضة على فلان من الناس أو على مجموعة من الناس دون غيره وإنما من وجد في ماله حق لا بد أن يخرجه قليلاً كان الحق أو كثيراً أي النسبة معينة إذا وصلت هذه النسبة موجودة هذه النسبة في مال أي شخص من الأشخاص فلا بد أن يخرج هذا الحق كبير صغير حاكم محكوم ميهر وهذا من شأن أن يعزز الثقة بين الناس وأن الناس سواسية أمام أحكام الله تبارك وتعالى من خطوات النبي الأخرى والمهم جداً حرصه على هداية الناس واستقامتهم في حياته وبعد رحيله عن هذه الدنيا في حياته كان النبي صلى الله عليه وآله يتعاهد المسلمين ينظر إليهم نظرة واحدة يتفقد شؤونهم يسددهم يرشدهم إذا وجد خلال في سلوك في قول في عمل من الأعمال بادر النبي إلى تصحيحه عزيز عليهما عنتم لاحظ وصف القرآن عزيز عليهما عنتم حريص عليكم يعني على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من رحمته من حرصه على هداية الناس على استقامته أنه ما ترك أمرهم بينهم سدى وإنما عين لهم من يرجعون إليه بعده وهو ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وهذا بأمر من الله عز وجل وقد بلغه رسول الله إلى الناس لكن شاف بعض النفوس التي تغيرت وحاولت وحاولت أن تغتاله صلى الله عليه وآله قبل وصوله إلى المدينة من أجل أن يعزز هذا الأمر وأن يجعله واقعا بين المسلمين ماذا فعل النبي عندما وصل إلى المدينة بعد حجة البلاغ المعروفة بحجة الوداع أن جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد وجعل فيه كل من تغيرت نفسه كل من استاء ورأى في سلوكه شيئا يكرهه تجاه تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه كلهم جعلهم في ذاك الجيش وأمره أن يخرج إلى حيث قتل أبوه زيد بن حارث وقعت معتة لكن النبي يعتال يمرض مما دفع بعض هؤلاء إلى التأخر في الخروج خصوصا وأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا أنه ينعى نفسه للمسلمين قالوا أحنا ما نؤمن الحين هو يموت وبعدين أحنا نطلع ويفارق هو الدنيا ويتولى ابن عمه لأمر ويرجع والأمور محسومة لابن عمه ونحن نريد أن يكون لأمر لنا لذلك تخلف من تخلف والنبي صلى الله عليه وآله كان يشدد على خروجهم حتى قال نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة يكررها النبي كما في بعض الروايات ثلاثا ولكنهم مع ذلك خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يخرجوا صاروا يتخفون والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يثقل حاله يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وكان يدخل عليه المسلمون أفراد وجماعات يعودون في بعض الحالات كان النبي يطلع إلى المسجد حتى يراه أكثر جمعا من المسلمين يتزودون من ويزودهم بنصائحه وإرشاداته صلى الله عليه وآله إلى أن ثقل حاله فلم يكن يستطيع الخروج حتى إلى الصلاة حتى إلى الصلاة ما كان يستطيع النبي يصلي فلما جاء بلال وأذان فقال يصلي الناس بعضهم بعضا وجرى ما جرى وإذا النبي يسمع التكبير من الرجل فقال من يصلي بالناس قيل له فلا فتحامل على نفسه على مرضه وخرج وهو متكئ على علي سلام الله عليه وعلى عمه العباس إلى أن نحى ذلك الرجل وصلى بالمسلمين من جلوس وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله أنه إمام الجماعة لازم يكون واقف إياهم مثل ما هم واقفين هو يوقف إياهم إلا رسول الله فإنه من خصوصياته أنه يستطيع أن يصلي وهو جالس بالمسلمين وهم قيام أي خاصة للنبي صلى الله عليه وآله ثم أن النبي يثقل حاله وكان جبرئيل يعوده في اليوم مرة أو مرتين ينزل عليه يتفقد أحواله وأهل بيته من حول فاطمة الحسن الحسين أمير المؤمنين كلهم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرون حاله يثقل لحظة بعد لحظة يغمى عليه فيضج أهل أوب البكاء تنادي فاطمة وأبتاه ومحمدا ثم تنادي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للعرامل تلوذ به العلاك من آل عاشم وهم عنده في نعمة وفواضلي فتح النبي عينيه فقال ابني هذا قول عمك أبي طالب لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم نادت وأبتاه ومحمدا عرفت أنه ينعى نفسه آجركم الله بينما أمجلوس عند رسول الله وإذا بالباية بتطرق وقائل يقول أدخلوني على رسول الله صلى الله عليه وآله فنادى رسول الله بني فاطمة افتح الباب فهذا المفرق بين الأحباب هذا ملك الموت يستأذن على أبيك وما استأذن على أحد قبلي ولن يستأذن على أحد بعدي دخل ملك الموت على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول كيف يجدك فأخذ النبي يحمد الله عز وجل ثم قال له يا ملك الموت فيما جئت قال جئت أخيرك بين البقاء في الدنيا أو الرحيل عنها وما خير أحد من الخلق من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا ملك الموت أمهلني حتى يأتي إلي أخي جبرائيل أستشيره فعرج ملك الموت فالتقى بجبرائيل في الأواء سأله جبرائيل أقبرت روح محمد قال لا يا جبرائيل فقد أمألني حتى تنزل إليه يستشيرك في ذلك فقال يا ملك الموت أما تنظر إلى أبواب السماوات قد فتحت والجنان قد زينت لروح محمد صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل استشارعوا رسول الله قال لأول لآخر خير لك من الأولى فقال لقاء ربي خير لي فبينما أمك ذلك إذ أبطى ملك الموت فقال لأول نبي يا ملك الموت امضي لما أمرت فيه فبدأ ملك الموت بقبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله وأمير المؤمنين واضع رأس النبي في حجره وبين يديه ابنته فاطمة وسبطيه الحسن والحسين وملك الموت مشغول بقبض روحه فبينما أوا كذلك إذ ناد أجبرائيل أمهلني حتى أعرج إلى السماء وأحبط إلى الأرض قال لا أسهل لا أستطيع فقد وصلت روح محمد إلى موضع لا يمكنني حبسها ولا ردها عند ذلك نادى جبرائيل هذا آخر هبوطي إلى الأرض أجركم الله فبينما أم كذلك إذ فاضت نفسه الطاهرة أيها محمد أنا من مناد ومصيبته ونبيه ضج أهل بيته فاطمة الحسين الحسين ألقوا بأنفسهم على رسول الله وهم ينادون وأبتاه ومحمد عند ذلك قام أمير المؤمنين في تجهيز النبي كما أوصاء رسول الله صلى الله عليه وآله ساعد الله قلوبهم عندما مدده على المغتسر ونظرت إلي ابنته فاطمة لطمت على صدر وعيتنا نادي وأبته ومحمد هتنا اسم الله على طولك اسم الله على طولك يا جمال العاشمية على المغتسر الممدود يا خير البري يا مرتضك شف لي عن الوالي وجماله وشيل الشفن عن غرته ودعه أشباله وهذا الحسن مفتوط قلبه انظر الحاله وهذا الشئ حسين عبر تجري يلي تغسي الوالدي وين العمام فوق المنابر ما حل حلو الجهام قبل نتشيله خلهت ودعه اليتام منه بعد ما نرتجي للبيت جي أوالي بهداء يقلب جسم ابو ابراهيم بهداء وانت وبهداء ينزلوا جنازتا وسفروا وجفان أوالا يعز انشاء العن ولا لفان هيهات بعدها تصير عيشة نهني ويلي تهيلون التراب دفنون نوايا ما قدر اشوف البيت خالي من محي قشرة ترى تصير عيشتنا بلي بعد النبي ماريد الدنيا الدنيا قد كان بعدك انباء وهمبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلا فاختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا يا الله واني وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله جمع هذه الليلة بهذه المناسبة العظيمة من أجل بنائه حسينية في الهند ولا شك أن هذه الصروح التي تقام باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لها بالغ الأثر في نشر الدين كما أنها أو المساهم فيها من الأعمال الصالحة الباقية التي تبقى للإنسان حتى بعد موته فلا تقصروا على أنفسكم ولا تبخلوا عن أمواتكم صدوها لأمواتكم لمن فارق هذه الدنيا ولا يستطيع أن يقدم لنفسه شيئا فقدموا لهم القليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر